أراء مثيرة للجدل في المشهد الفكري الموليتاني أطلقها هذا الرجل فأفكاره المرتبطة بجذور الإرهاب والتطرف وعلاقتها بالقائمين على الدولة الإسلامية عبر تاريخي الطويل رأى فيها بعض العلماء مساسا بالثوابت أجراص الرعب من التكفير إلى التفجير هذا هو عنوان كتابه الأخير الذي طالب فيه بإعادة قراءة التاريخ الإسلامي قراءة نقدية مجردة من تقديس الأفراد أصحاب القرون الأولى مارسوا السياسة بكل تفاصيلها وتمسكنا نحن بتراثهم باعتباره دينا بكل تفصيلاته وحاولت أن أنزع هذه الفكرة أو أن أنزع هذا اللبوس القدسي عن هذا الجانب من التراث وأعتقد أنه من أكبر المحنين التي يعيشها المسلمون حتى يوم الناس هذا لكن سيلة من المقالات والمحاضرات تدفق شجبا على هذا الطرح واتهاما له بترديد الدعاءات يسوقها المفكرون العلمانيون ضد الإسلام وإن من يريد وصم القرون الثلاثة الأولى من الإسلام بالغلو إنما يتطول على خير القرون فالإسلام الصحيح برأيهم يدعو إلى محاربة التطرف والغلو عبر تاريخه بل إن جوهر الدين الإسلامي قائم على مبدأ الوسطية في كل شيء غير صحيح ما يدعيه بعض الكتاب وبعض الذين يتكلمون في الشمكة الكترونية والمواقع الإعلامية أن الإسلام دينه عنف ودينه إرهاب والحجة واضحة من نص الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومعلوم أن الرحمة مناقضة للإرهاب والعنف والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدات تعيش موريتانيا على إيقاع اتجاهات فكرية ودينية حول أسباب تطرف التي تدفع الشبان الموريتانيين إلى الاتحاق بالجماعات المسلحة المتشددة وهي جماعات عانت موريتانيا من هجماتها في السنوات الماضية لكن الأراء الفكرية والدينية حولها قد تختلف أجراص الرعب من التكفير إلى التفجير هذا الكتاب دعا صاحبه إلى إعادة قراءة تاريخ الإسلامي قراءة النقدية وهو ما أثار موجة من الانتقادات في مجتمع محافظ يرفض الربط بين الإرهاب وتاريخ الإسلام محمد فضل حرة موكشور